يا مرحبا حياة 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 ولا حد من جميع نفتركي ومتابعي جلد أحمد الحجر ربيس مرحبت الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع فقالعلم فقرناس يا مرحبا حياة 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 وجمعتكم مباركة إن شاء الله أبو فلا 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 يعني أبو فلا هذا من أسرة راقية محترمة جبائل محترمة جتان وابو معروف الحج صالح الفلايفلي يعني إنسان راقي وخير دائما وهو غربي سائب دبيب مقلة المقبرة مقبرة خزيمة الذي في الكويت يا الله يا الله للمقبل يا الله إنسان خير أبو فلا هذا شاب لطيف حبوها الملائين حبوه الرزق من الله القبل من الله قبل من الله عندك بلع عجيبه واسلوب يعني يجي مع تبرعت للمساكين للكذا ولكن هذا المرم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله قصد الله طلب الله طلب الله جمع 16 مليون دولار 16 مليون دولار في الإمارات في الإمارات استدعوا الإمارات قالوا أبو فلا هذا مشهور والله مشهور وساروا فعلوا للصندوق زجاجي دخلوا للصندوق ساعة السماكة أبو الصندوق غرمي وأبو فلا قرر فعل كذي يسير ويجي وتبرعت بضوصل أمام برج خليفة الصندوق حكها أمام برج خليفة على مد برج خليفي أمام برج خليفة تستدعوها الإمارات علشان أيش ليش ليش فكروا ليش علشان يلمعوا أمفسهم الإمارات يقولوا إحنا ناس خيرين وإحنا نحب بالخير وإحنا ندعم اللاجئين والفقراء والمعدمين طبعا تحت الشعار نجعل شتاءكم أجمل يشوي يخلوه الشتاء أجمل الفلفل السادو والملائين كلها يتوها للشتاء على مد يشتروا المكياجات يتبطر يفعلوا رسمي للشتاء يوقع الشتاء ساعة القمري حتى يفعلوا بيبس لرجل الشتاء على مد يلمع ساعة توايري وإن الشتاء بيخطأ وبيعنص يا شتاء يا شتاء يعني قبل الفرص الشتاء قبل الفرص ويفعلوا للشذابيني ومشكلة يا شتاء يا شتاء ويوزعوا هذا الملائين على اللاجئين في خلال الأشخرة القادمة ثلاثة شرر ربعش شرر كدأ يكمل الشتاء كدأ الشتاء يكمل وضع الشتاء مريع باب الصندوق حكي يا أبو فله مريح هناك فالإمارات مريح هناك بشوها له هيا جواك أنموت الناس تعفين ولا قبر أهم شيء كثير الله خير أبو فله 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 أهم بيت أبو فله هذا ناس يعني راقين مشهورين في الحارة في الكويت يا الله يا الله أبو فله صالح الفلافلي هذا أبو حكي صالح الفلي حبوب حبوب جدا الأب بيضغل ما علي يعني تمام 11 مليون دولار جمحها في خلال 12 يوم والذي كان يتبرعوا على رأس القائمة محمد بن زايد دفع مبلغ 3 مليون ويد الراشد وعالم كلهم طحاتي حولها ليش إلا معهم في السم عالم العالم لأن العالم قد يم فاهمين ودارين أنهم يعني بيضبعوا مع اسرائيل وإنهم كذا وإنهم داعمين داعمين الرئيسين للإرهاي فلذلك لما عنفسنا نستدعي أبو فله أه وأبو فله يجبع تبرعات وتبرعات تتوزع على الله أه وإحنا خيري الإمارات خيري حبوب جماري من حق الجنة يا إلهي يا إلهي الله أكبر مساكي مساكي علشان نغير نظرة العالم على الإمارات ما بش لا مراقص ولا ملاهي ولا مصانع خمور مصانع خمور في المصانع خمور في الإمارات يفعلوا لك خمر بالتوت خمر بالشبس الشبس دخل الشبس وسط القروة وداكل الشبس بطل لو كتشب كتخمر ما بش كتشب كتخمر كما هي يعني مصانع أكثر من تسعة وثلاثة أنا ما صنع خم خمور دعارات يعني يصوروا في المباحية أهم شي إحنا خيرين يا أبو فلا مسكين فعل غير النبعة كده النبعة وصطفاء جنب الصندوق فعلوا لمرش جنب الصندوق ذي زجاجي مرش صطفاء نتعصى فيه وتصبان صبانوا خبرتها والله الثلاثة اللي جنب بيركوزولة يا أبو فلا ويقرحوا أهم شيك فنالله خيرك أنت رايع يا أبو فلا أنت رايع والله أنك رايع ويتفعل خيرا أنا أمشي أني صادقة ولكن استغلوا كالإمارات وعدوا اكتشف على فكرة أبو فلا وانصدم وما زال في الإمارات وانصدم أن الإمارات استغلت فقط فقط لها غير ودعموه دعموه دعموه أهم شي 11 مليون دولار تم تسليمها لمنظمة UNH UNH منظمة UNH CL هذا المنظمة على أساس لدعم اللاجئين والفقرة طبعا هذا المنظمة نزلت تغريدة التويتر تغريدة قالت نصها لمبلغ هذا سيوزع كرواتب لموظفي المنظمة يعني تبرعت هذا كلها طلعت كذب فيه كذب طلعت تبرعت هذه كلها عدا كلها المنظمة UNH UNH والفقراء والمساكن يموتون يعني كذب فيه كذب ما أردش يتلمع نفسه طبعا أبو فل ما بيش للذنب مسكيني يرحم الله هقنا لحد صالح الفلافل يلا يلا يا جاسم يلا يعني انصدم ده حين في الإمارات انصدم دخلوا وشوفوا منشوراته هذا على توزيعه على كم مئة ألف شخص مئة ألف شخص يعني لو تحسبها كم لكل شخص خمسين دولار خمسين دولار كل أسر كم تحتوي؟ أقل شيء ثمانية أفراد يعني ما هي الخمسين دولار حك من حك فليليا بعض الصحاب صنعاء ما يقولش فليليا 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 يعني ما علينا تحياتي ها طلعت كذب في كذب ودجل في دجل ونصب في نصب الذي الشيطي صدقه الذي الشيطي تبرعي ياخذها بيده أنت يا أبو فل كون استلم الفلساد ووزحها أن تتعب كمل تعبك بتتعب تعبت 12 يوم بث مباشر تصير وزحها للفقراء المساكين فعلوا خير فعلوا معرف صح أما من يدك لا يدى المنظمات المنظمات الذي بددعم التحول الجنسي يعني يتخلي الرجال يكتلب لا سوسل تمام يضع عليه ور يخص ها هذا المنظمات هذة الذي بتتعام والتحرش والكذا والجنسة يعني قد أنتوا دارين ما ما بفعل هذا المنظمات والذي بتصور والذي يعني هلها القلبه منظمة بدفع الخير هلها هل المنظمة تولئ بيشتغلوا بدين وذمه للأمانة خاصة الذي في اليمن مفراغة يلقضوا غير الخلق البغاد الذي يتعالي معنا ها تمام و قلت لكم أنا مرة اتخلت معا منظمة دورة تدريبية وزعونا على الاساس كل ذكر معا أنثى كل ذكر كل ولد معا بنت يتسافضوا كذا ويلعبوا بشوف فيه ويعلقوا لهم تفاحة ومن يأكل التفاحة لأول التفاحة معلقوا من يأكل حصة لأول هي بتك حص منهانئ والرجال يك حص منهانئ وبعد التفاحة تصير كذا بعد يحصوا هكذا وكل التفاح وكل التفاح المنظمات شغلها الشاغل هكذا أني تخلي الأمور حرية كاملة يعني حرية كاملة عادي اجغس امقس يعني ثقافة جديدة يخرجك من دينك من إسلامك تمام إننا نكون واقعين أنا ما أخاف إلا من أرهم راهمين أرهم راهمين ما أخاف إلا من الله المنظمة فاسدة والذي بيدعم المنظمة حتى دولتنا كيف تقبل المنظمة تانا إلا وبهل يعني كل واحد يبرلي ذمته كل واحد يبرلي ذمته بالأمانة بالأمانة اليوم تنيا قطوة آخرة اليوم تنيا مش دنيا سمر غانم اليوم تنيا حياة قطوة المبلغ الذي جمعها بوفلق كل هذا كل غير نص مرتبات لمنظمة ونص هذا لا وصل هذا لا وصل أما الهدف الرئيسي هو تلمية للمارات إحنا الإماراتيين إحنا نفعل الخير وإحنا اللي اللي نوصل الصدقة وإحنا إحنا ما إحنا 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 وإحنا مراكز ولا معانا مصارع خمور ولا معانا معانا مراكز مراكز عالمي للتعاري مراكز عالمي للتعاري هكذا مركز كبير في الإمارات كبير أول ما دوصل أبدا المركز دخلص ضروري إذا تقول بعضيت مكتوب لوحة كبيرة مركز البعضيت بعضيت في اليمن يعني مخلص ما خلقك الله مكتوب مركز بعضيت وأنت أول ما تدخل دخلص وددخل بعضيت وكلهم بعضيت وكل بعضيت يعني جمعتكم مباركة وصلت